السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع بعرف عندكم أسر كثير وزمانا غايب عن القناة السبب فيه ظروف عمل جديد دخلت فيها راح أحكي على تفاصيل بعدين إن شاء الله ولكن زي ما انتم شايفين أنا مكان ثاني فبتكن تصبر شوي عليها بينما ألم لم أشيائي وألم لم أموري لحتى أقدر أرجع أصنع محتوى براحتي زي أول فهي فترة إن شاء الله يعني راح أحاول يعني في الفترة القادمة راح أعمل محتوى بس يمكن ما يكونش بالزخم اللي أنتم كنتم متعودين عليه لذلك يعني ادعو لي إنه الله يوفقني إن شاء الله وندعي لأهلنا في كل مكان ما ضلش مكان هالسما ندعي له كل مكان إخوة عشان الناس اللي بيعاتبوني ليش تدعي لها بلد عن بلد كل بلاد المسلمين كل البلاد اللي الناس عن جد مظلومة أنا بدعي رب العالمين إنه الله يفك هاي الكربة وبدعي رب العالمين أنه الله يهديني للحق دائما أنا مبديش إشي من هذه الحياة إلا الواحد يكون على الأقل عارف أنه يعني أو مرتاح ضميرين إنه ماشي على طريق الحق هذا أهم شيء لأنه كل شيء إنفان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام فلازم يا أخوان على الأقل نشتغل للي بعد الحياة مش بالحياة بس اشتغل بحياتك اعمل إنجازاتك وأهدافك حققها لكن لا تنسى أنه فيه آخر الله المستعان والله ينصر المظلومين شركة كافيار تعرفوها أكيد تعود لنا بهاتف جديد أنا ما كنت متوقع يعمله هاي الحركة لهذا الهاتف الهاتف هو الهواوي الميت XT Ultimate عملوا منه نسخة خاصة طبعا هاي النسخة فقط يا أخوان موجهة فقط للصين ليش؟ لأنه الجهاز أصلا للصين حاليا النسخة هاي عملوا منها حبتين أو نسختين نسخة سموها Black Dragon والثاني Gold Dragon ليش Dragon؟ لأنه Dragon هو الحيوان الرسمي تبع الصين يعني اللي بيمثل عظمة الصين فالتنين في الصين بيمثل كل شيء كل شيء قوة تاريخ حضارة وكل إشي بدك حيكون النسخة الأولى لبلاك حيكون من جلد التمسح حيوانات كثير في الموضوع وحيكون أيضا إطار من ذهب فرح يعطيه فخامة لكن الجهاز الثاني اللي هو Gold حيكون كله مغطى من الذهب عيار 24 حيكون فيه نقش هيك نقش تمثل السيوف وتمثل السيوف بالثقافة الصينية فهو فعليا توجه فقط للصين ورح تصنع منهم فقط ثمانية وثمانين جهاز والساعات ميتين وثمانين وخمسين خمسمية واثناش وواحد تيرا هيك الترتيب والأسعار كالتالي بدأبلش بالبلاك دراجون ناشر ألف سبعمية وسبعين ثلاثة ألف وميتين طبعا دولار ثلاثة ألف وستمية وثلاثين دولار طبعا مش رخيص نعرف لأنه الجهاز بدون أي تغييرات ببلش ألفين وثمانمائة دولار مرضو غالي نسخة الذهب تبدأ هل رح تشتري جهاز زي هيك؟ طبعا آخر معلومة أنه ممكن جدا هواو تقرر إطلاق هذا الجهاز عالميا في الربع الأول من السنة القادمة شركة ميديا تيك سوف تعلن عن معالجها الرائد قريبا خلال أيام اللي هو دايمن سيدي 9400 وشركة كوالكم بعدها بكم يوم رح تعلن عن يعني رسميا سناب تراجون ثمانية الجيل الرابع الناس تحتار طبعا شو نشتري اللي بيحتار أكثر الشركات مين يختاروا أفضل لأجهزتهم روحوا ميديا تيك ولا روحوا كوالكم عشان تعرف إيش الإشي يمكن الأساسي اللي بيحدد الشركة وين تروح السعر لأنه كل المعالجين رح يقدموا لك أداء مذهل وحيكونوا أفضل معالجين في عالم أندرويد العام 20-25 لذلك السعر جدا مهم بالنسبة للشركات بالذات لما بتصنع ملايين الأجهزة سعر معالج سناب دراغون حسب تسريب من دي سي أس هاي الديجيتال شات ستيشن من الصين 190 دولار هذا السعر مش قليل ترى لا تفكر وسعر الدايمين سيتي 9400 155 دولار ففيه فرق تقريبا 20% بالسعر أنا بقدر أحكي لك أنه أداء هذول المعالجات من هاي الفئة بالذات عالي جدا لكن دائما كانت كوالكم تتميز إنها بتحافظ على الحرارة بطريقة أفضل من دايمين سيتي أو من ميدي تيك فإنت مين رح تختار شركة موتورولا أعلنت السنة الماضية عن هاتف خاص يعني مش أي حال رح يشتري اسمه ثينك فون إذا بتعرف أجهزة موتورولا وبتعرف لابتوبات موتورولا ولينوفو ثينك باد وهي السيريز هي لابتوبات مخصصة للأعمال والشركة حط في بالها إنه هذا الجهاز هو مخصص للأعمال كيف يعني مخصص للأعمال خلينا نحكي عن الجهاز اللي جديد أول شيء بعدين نحكي لكم كيف ثينك فون 25 ليش 25 ما قدرت أعرف صراحة هذا الهاتف رح يكون تعامله مع لابتوبات لينوفو تعامل خاص السنك اللي بينهم على أعلى مستوى ممكن يتشاركوا الكيبورد ممكن يتشاركوا بالماوس الجهازين ممكن تستخدم هذا التليفون لكمبيوترك كويب كام بس جودة عالية وفي عند موترولا تطبيق اسم الموتو ديفايس مانجر هذا التطبيق بالذات على هذا التليفون بيخلي فريق الآي تي بالشركة يقدر يوصل لتليفونك ويتحكم فيه هذا ممكن يكون مفيد طبعا بس للشركات أما الإشي الخاصة ما بدك حدا يتحكم تليفونك وهذا الجهاز رح يأخذ خمس سنوات تحديثات سيكوريتي ونظام التصميم يعني حلو بس مش جديد الجسم من كاربون فايبر وعنده معالج مش أعلى معالج في الحياة دايمن سيتي 7300 معالج متوسط لكن عنده معيار IP68 وعنده معيار MILSTD810H معيار اللي هو مقاوم للصدمات يعني بيعطي صلاة بالجهاز والشاشة P OLED بتردد 120 هرتز أما البطاري فهي 4310 مع شحن سريع 68 واط وعلى أغلب سعره سيكون 500 دولار شركة سامسونج أعلنت عن هاتفها F E بدي أحكي لكم عن مواصفاته ورأيي عن الجهاز أوش المعالج هو Exynos 24-02 فيه كمان حرف E يعني مش نفس المعالج لفلاكشب تبع سامسونج الفرق بينهم النوار الرئيسي يخفضوا أو نزلوا تردوا تبعها فالأداء حيكون أقل بس يعني في زاوية إيجابيلة الموضوع أنه الحرارة حتكون أقل يعني حتشوف أداء متواصل ما رح يتغير مش مرة عالي أداء عالي مرات بنزل لا حيكون متواصل على أغلب يمكن يكون هذا مناسب للناس أما التصميم طبعا لا جديد وممكن نحكي بلغة ثانية أنه سامسونج بتحافظ على لغة التصميم عشان خلص أنت تعرف الجهاز بس للأمانة صار كل الأجهزة بتشبهها بعض يعني بتقدرش يتفرقوا عن الأس 24 أو عن الجالكسي A55 كلهم بشبه كلهم سامسونج فيمكن هذا هو الهدف الرئيسي تبع سامسونج لما تشوف هذا الجهاز معيد هذا جهاز سامسونج بغض النظر عن إيش جواته بس أنه سامسونج وبالنسبة للناس اللي عندها جهاز S23 FE يمكن لو فكروا يعملوا أبغراد يحسوا بالفرق ليش لأنه S23 FE كان عليه معالج X220 سامسونج نطت سنة تركت فراغ سنة وبعدين أجت بالـ 24 وهذا الفرق بينه يعني فيه مش نسبة 10% ولا 15% الفرق لا أعلى الشاشة 6.7 انش أكبر شوي Full HD 120 هرتز بس مش LTPO كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل في عناك كاميرا 8 ميجابيكسل بتعمل زوم 3x زوم وفي عناك كاميرا على إيضا 12 ميجابيكسل والسيلفي 10 ميجابيكسل وعلى الأغلب هدول نفس كاميرات الجهاز السابق بدون أي تغيير البطارية زادوها شوي كانت 4500 صارت 4700 مع شحن سريع 25 واط شحن لسلك 15 واط والتحديثات 7 سنوات ويمكن هاي الشغلة ممكن تجذب الناس لسامسونج لأنه stability أو ثبات مع النظام واللي بيسأل انه هل هيدعم الجالكسي AI نعم وسعره هيكون 650 دولار شو رعكم بالجهاز خبر سريع عن شركة ريلمي بتجهز حالها لتطلق الريلمي GT 7 Pro تسريبات قليلة عن هذا الهاتف من ضمنها انه البطارية كبيرة 6000 ميلي أمبير من ضمنها انه برضو يدعم شحن سريع 120 واط بس يمكن يمكن يجي شاحن 100 واط في العلبة ما بعرف ليش في تسريب زي هيك شو استفدنا منه ما بعرف أما المعالج بالعادة بهاي الفئة من ريلمي رح تاخد أعلى معالج هتاخد سناب تراجون 8 الجيل الرابع وعنده المرة هاي معيار كثير بالتصميم وبالنسبة للكاميرات فيه كاميرا هيك متميزة حتكون هي تلي فوتو أنا عجبيتني تعمل 3x زوم وعليها حساس من سوني الواي تي 600 فأعتقد رح يكون أداءها هاي كويس واللي بميز هاي الفئة من هاي الهواتف بالذات من ريلمي انك بتأخذ يعني فلاك شب نوعا ما صح معلش سامحون على الصوت شركة شاومي أعلنت عن عدة هواتف أنا ما حكيت عنها بدي أحاول أحكي لكم هسا عن بعضها بدي أحكي عن شاومي 14T برو أول شي الشاشة اللي هي الاموليد 6.67% انش بتردد 144 هرتز السطوع 4000 نتس أما المعالج فهو دايمن سيتي 9300 بلس هذا المعالج معالج فلاك شب رح تأخذ أداء عالي بس موضوع الحرارة يعني أكيد هتحس في الحرارة أكثر الساعات تبدأ 256 مع 12 جيجا بايت رام UFS 4.0 أما الكاميرا الأساسي أعتقدنا ممتازة وشفناها 50 ميجا بيكسل اللي حساسة طباحة واحد على 1.31% انش مع OIS وفيه كاميرا 50 ميجا بيكسل تليف فوتو رح تعمل زوم حقيقة 2.6X وفيه عنا 12 ميجا بيكسل كاميرا عريضة والسيلفي 32 ميجا بيكسل الجهاز رح يصوره في فيديو 8K و 4K حتى الكاميرا الأمامية 4K هذا إشي مرحب فيه رح يدعم واي فاي 7 وبلودوث 5.4 والبطارية 5000 الشحن سرع 120 واط والشحن لسرقي 50 واط والسعر مش متأكد من السعر 100% لكن 800 دولار شو رأيك؟ أول هاتف فليب من مين؟ من شاومي اسمه شاومي ميكس فليب إيش قدمونا فيه ميزات؟ تعال حكيلكو شو أولا هو مسكر 16 مليمتر سميك؟ وهو مفتوح 7.6 مليمتر مش سميك مضبوط وزنه 190 غرام فقط الشاشة الرئيسية 6.86% إنش آموليد LTPO شاشة كبيرة وشاشة حلوة سطوحة يصل ل3000 نتس أما الشاشة الخارجية 4 إنش آموليد بتردد 120 هرتز وسطوحة برضو 3000 نتس المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث تبع السنة الماضية ما عندي مشكلة عن جد لأنه أداءه عالي الساعات تبدأ 12650 مع 12 جيجابايت رام UFS 4.0 الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل الحساس 1 على 1.55% إنش يعني ليس أفضل حساس ولا أكبر حساس ولا أحدث حساس بس بدان مشي أنا بدي مشي وفيه OIS الكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل بتعمل 2x زوم وفيه سيلفي 32 ميجا بيكسل راح تصور فيديو 4K طبعا أكيد الجهاز راح تصور فيديو 4K و 8K كمان روح بس أنا أعتقد لسه 8K مش يوزابل بيدعم واي فاي 7 بلوتوت 5.4 البطارية 4780 ميلي أمبير مع شحن سريع 67 واط أما السعر في أوروبا 1300 يورو شو رأيك؟ هاي كانت جوعبتي من الأخبار أتمنى أني أقدر أرجع أعمل فيديوهات بأسرع طريقة ممكنة بس يعني عشان الضغط اللي أنا فيه حاليا اللي بقدرش أشرح لكوية لكن قريبا إن شاء الله نرجع نعمل فيديوهات مراجعات ومتابعات كثير إن شاء الله يعطيكم ألف عافية نراكم في فيديو قادم السلام عليكم